بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه سؤلنا النهاردة بيقول هل تجب علي النية في أول يوم في رمضان للشهر كله ولا أو في لابد من النية وتبيت النية كما يقول العلماء في كل الشهر وللإجابة عن هذا السؤال نقول العلماء اختلفوا في هذا بعضهم قال أن النية هذه ركن من أركان الصوم وكل ما تبدأ صوم جديد في يوم جديد في الليلة قبل الفجر تنوي صيام اليوم التالي النهار وهذا مذهب جماهين العلماء ولكن هناك مذهب أيصر ومذهب السادة المالكية يقولون أن رمضان كله وحدة واحدة ليس كل يوم مستقل ولكن هو وحدة واحدة فإذا نويت في أول ليلة من رمضان يعني أبل الصيام أول يوم من رمضان في الليل قبل الفجر تنوي وتقول نويت صيام شهر رمضان كله إن شاء الله إيمانا واحتسابا لوجه الله عز وجل نأخذ بمذهب الملكية حتى لنصعب على الناس فتكفي نية واحدة في أول ليلة من رمضان لصيام الشهر كله والله أعلم